ازايكم يا شباب عاملين ايه ان شاء الله تكونوا بخير فيديو النهاردة هنشرح مع بعض لعبة اللعبة اللي كل عمال يتكلم عليها الفترة ديت والناس اللي بتقول ان اللعبة ديت بتكسب فلوس عن طريق مشاهدة الاعلانات اللعبة ببساطة شديدة هي كل الفكرة ان انت بتحمي الكلب ده من النحل يعني مسلا بالشكل ده بتعمل دايرة حوالين الكلب تمام بس طبعا بيكون ليك صحة اللي اللي فوق دي عشان خاطر مسلا لما بتقع اكتر من مرة الصحة دي بتخلص وعشان خاطر تعملها مسلا تعمل اي حركة بيجي لك بالشكل ده فبتعمل التقاط مجاني عشان تكمل الصحة بتاعتك تاني ترجع لعشرة عشان خاطر تعرف تلعب وطبعا كل حركة بتعملها في اللعبة دي بيجي لك امسح اللعبة دي على طول اشتركوا في القناة صاحب اللعبة بيعملها وبعد كده بيرضع اللعبة بجوجل عشان خاطر يبدأ يكسب من الاعلانات دي. دلوقتي احنا جمعنا الصحة تعالوا نبدأ اللعبة مع بعض دلوقتي اللعبة بتبقى عبارة عن الشكل ده كده. ان احنا المفروض بنحمي الكلب من النحل. والمفروض ان انا جمعت شوية كوينات فوق هنا. شوية ذهب على شوية عملات فوق. تمام? تعالوا نخش ونبص عليها لو عايزين نسحب اي عملة منهم. هنيجي فوق على عملة الذهب هندوس عليها. هنلاقي ان المية وعشرة عملة اللي انا جمعتهم جايبين حداشر ارش. والمية وعشرة دول ما جوش مسلا في فترة سيارة ان مسلا انا كل شوية عدق اجيب مية في مية. فان انا اقدر اكمع مبلغ واسحابه. دل اللي بيقول لك الكابل للصحب حداشر ارش بس. ولو جيت مسلا تعمل صحب هيقول لك الحد الادنى للمبلغ المطلوب صحبه اللي بضافون كيش هو خمسة جنيه. وطبعا حتى الخمسة جنيه دي هتقعد كتير جدا يعني انت بحتاج تقعد تلعب اليوم كله عشان خاطر تعرف تجيب الخمسة جنيه دي. ده بالنسبة للعملات الدهبية. طب لو جينا للعملات التانية اللي هي فوق دي. العملات دي برضو من المستحيل او من الصحب جدا انك تجمع الالف وثلاثمائة جنيه دول اللي هو بيقول لك الف وثلاثمائة جنيه عشان تسحبهم. لو جيت تعمل صحب مش هيسحب معك اي حاجة. لازم ان الشريط ده اللي هو جاي فيه خمسة وعشرين في المية لازم ان يكمل للاخر. والخمسة وعشرين في المية دول انا جبتهم بعد معاناة طويلة كمان. يعني اللعبة كل الفكرة ان انت كل ما هتدوس على اي حاجة في اللعبة هيجي لك اعلان صاحب اللعبة بيكسب وطبعا بيديك شوية فتا فيت صغيرة خالص. فطبعا صعب ان انت تعرف تجمع منها مبلغ. وكمان ناس كتير جدا قالت انهم بعد اما جمعوا الالف وثلاثمائة جنيه يعني خلاص الواحد بعد اما تعب بقى وخلاص هيسحب المبلغ بيقول له ان في مهمات تانية لازم تعملها قبل ما تسحب الالف وثلاثمائة. يعني مثلا لو المهمات دي المهمات دي بتبقى موجودة هنا. مكان كلمة طريقة السحب. بس المهمات دي مش هتظهر غير لما تكمل الشريط اللي هو خمسة وعشرين في المية معايا ده. لازم لسه خمسة وعشرين في المية تجيبهم عشان خاطر آآ يجي لك مهمات تانية بعدها. مش ياريت حتى انهم يعرفوك يقول لك ان هيكون في مهمات تانية بعد اما تجمع الشريط ده كله. يعني انك عشان تجمع الشريط دي مهمة كبيرة اصلا وصعبة. بعد اما بتخلصها بالعافية وهتقول خلاص خيرا خلصتها وهسحب الالف وثلاثمائة جنيه. بيجي ل لك مهمات تانية. والمهمة لازم ان تمشي معها خمستاشر يومي. يعني انت عشان خاطر توصل لمرحلة السحب دي تقعد فترة طويلة جدا. وبرضو ناس قالت ان بعد اما عملوا صاحب المال وجات لهم رسالة من اللعبة ان عملية تحويل الفلوس للمحفظة قيد التنفيذ وما فيش اي حاجة بتوصل. الالعاب اللي من النوعية دي موجود منها كتير كدا. اصحاب الالعاب دي بيكسبوا من الاعلانات اما اللي بيلعبوها يعني مش بيستفادوا منها اي حاجة خلص. يعني لو انت منزل اللعبة دي عشان خاطر تقول انك هتكسب منها فلوس. وكده فصدقني مش هتستفاد منها اي حاجة وان دي هتكون مضيعة للوقت بس. انا شفت ناس كتير بتتكلم على اللعبة دي وناس كتير عملت فيديوهات كتير عامناها على اليوتيوب والموضوع جايب مشاهدات كتير عالية. فقلنا نقول خلاصة اللعبة دي عشان خاطر محدش يتعشم بالفلوس اللي في اللعبة دي لان الفلوس دي مش حقيقية ومش هتوصل. يارب بتكون استفادتم من فيديو النهاردة واشوفوشكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد مع السلامة.